برجع مع حضراتكم مرة ثانية النائب العام مشار محمد شوقي الاسبوع اللي فات كان نيابة عاملة بيان حوالين مسألة نشر الأخبار الكاذبة والتحقق منها وكلفوا جئ ما بحثت صلاة وتكنولوجيا معلومات في الداخلية بفحص المواقع وغيرها أي حد نشر أي معلومات أو أخبار كاذبة نيابة النهاردة طلعت بيان مهم جداً لأنهم بالفعل وجدوا من نشر بعض الأخبار الكاذبة الثانية نيابة العامة في البيان في ضوء توجيهات النائب العام مشار محمد شوقي بإجراءة تحقيقات فيما أثيرة على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقاع نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول وقاعة وفاة طالبة جامعة العريش وقد تكلفت النيابة العامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراءة تحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تنولت الواقع وصولاً لبين عما إذا كان أي منها قد تضمن أخباراً كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولى بين تلك الأخبار تحديداً وتاريخ وزيرة نشرها والشخص القائم بالنشر ونفازاً لذلك هو ده اللي جاي بقى تم رصد حسابات عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بثت منشورات ومقاطع مزاعة تضمنت أخباراً وإشاعات كاذبة حول الواقع فحصها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والذي جاء بتقريره وشهد القائم بإعداده بالطلاع مين بقى؟ المتهم يبقى هنا عندنا واحد المتهم القائم على إدارة الحساب المسمى موسيلفيا موسيلفا بإزاعة أخبار كاذبة من خلال حسابات أدارها بشخصه عبر منصتي تيك توك واليوتيوب وموقع تواصل الاجتماعي فيسبوك تضمنت على خلاف الحقيقة التقاط المتهمين اللي هما محبوسين في وقاعة وفاة طالبة جامعة العريش صوراً مخلة للمتوفية وقيامهما بتهديدها بنشرها وقتلها سماً بعداً استغاست بالقائمين على إدارة الكلية محل دراستها والذين أحجموا عن تقديم العون لها للنفوذ أهلية المتهمين وكان من شأن تلك الأخبار الكاذبة تهديد الأمن العام وتكدير السلمة لذلك أصدرت النيابة العامة قرارها قرارها بضبط وإحضار المتهم وباستجوابه قرر أنه حاصل على دبرون متوسط يعمى اليوتيوبر وتاجر ملابس وأقر بارتكابه الواقعة وبأنه من أعد ونشر المقطع المتضمن أخبار كاذبة عن تلك الواقعة دون التحقق من صحة المعلومات التي أزعاها من خلاله بغية حصد مشاهدات ومتابعين كما أقر بصحة إعداده المقطع المنسوب إليه وأنه استقى معلوماته من معلوماته مما ينشر على مواقع الأخرى هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على زم التحقيقات وكلفت الجهة بحصة باستكمال أعمالها بلوغاً لمديري الحسابات الناشرة لتلك الأخبار الكاذبة التي تم رضيه هنا النيابة بتحذر من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بتحذر من نشر أخبار الكاذبة بتحذر من الترويج لشائعات وبالتالي النيابة تم الوصول لأحد المتهمين النيابة حبسته وبالتالي نبقى عارفين أن هناك أخبار كاذبة نشرتها والنيابة تواجه هذه الأخبار الكاذبة بإجراءات قانونية